خلينا بقى نروح لكلام مهم جدا قاله سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي امبارح في استفاح مشروعات تنموية بجنوب الوادي وقال الرئيس من القلب ان المواطنين في اهم كلمهم من قلبه في اهم القضايا اللي بتشغل بال الرأي العام في الفترة الاخيرة واهمها اكيد الكهرباء سيادة الرئيس طالب المسؤولين انهم يتكلموا مع الناس ويخدمونهم عشان يوضحوا الاسباب ايه هي القضايا بتاع التخفيف الاحمال الكهربائية طالب تمام من وزير الكهرباء انه يخرج ويقول للناس الاسباب وليه لحد الوقت بيتم تخفيف الاحمال سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه حديث وركز على المصرحة والمكشفة مع المواطنين لان لما المواطن بيكون عنده رؤية واضحة وتفصيلية عن كل حاجة بتحصل في البلد هيكون مقبر وواعي وعنده ايمان بيه خضية الاصلاح وشريك حقيقي فيه التنمية عشان كده تعالوا نعرف اكتر من الاستاذ اقرام القصاص رئيس مجلس ادارة موقع وجريدة اليوم السابع اللي بينضمننا دلوقتي عبر الزوم صباح الورد عليك يا فاند صباح النور اهلا وسهلا صباح الورد على حضرتك خلينا في البداية كده نتكلم حيك شفت ازاي تصرحات سيادة الرئيس امبارح في افتتاح المشروعات التنموية بجنوب الوازي هو اولا الحقيقة المشروعات نفسها بتمثل خطوة مهمة او اي حد متابع مشروع توشك او جنوب الوادي او شرق التفريع هيكتشف قدي ايه حجم العمل اللي بيتحقق سنويا يعني اما كنا في الفين واربعتاشر نتكلم على ربعمية فاندان في توشكا النهاردة نتكلم في ربعمية الف وتلتمية اه ربعمية وتلاتين الف رقم كبير النفس الشرق التفريع بيزيده مئة وستين الف في السن نحن نتكلم على رقم كبير جدا في الامح وفي المياه وفيه حقيقة كلام الرئيس ما كانش متعلق فقط بالمصارحة في الكهرباء او في كمان الدعم والعيش لكن كمان حتى في الزراعة وازاي ان احنا الابحاث العلمية ومركز الابحاث نستفيد بيها وازاي نقدر نعظم من قيمة ما ننتجه من منتجات زراعية بشكل كبير اعتمادا على العلم وفيه بوز بتاع الكهرباء او بتاع الدعم انه قال انه رغيف العيش بيتكلف مئة خمسة وعشرين ارشو بتبع بخمسة الرغيف المدعا باقي التفاصيل الكهرباء لو احنا نستمر يعني ممكن يبقى ساعة قطع اهم افضل من انه تتضاعف اسعار الكهرباء قصة وانه اشار لحاجة مهمة جدا يمكن بعض الناس ما التفتتش لها قال ان احنا كنا وضعين خطة من 2016 لرفع سنة والكهرباء لو اي حد متابع عارف انه السنوات بتاعت كورونا ثم سنوات الحرب كلها لم يتم تعديل الاسعار فيها على اعتبار انه مراعاة لزروف الاقتصادي ده برضو جزء مهم لكن هو النقطة المهمة جدا اللي بقى ساعة بتفتاح السيسي اثارها هو فكرة انه يبقى الحكومة على تواصل مع المواطنين ويمكن الرئيس والي دعا قبل كده القوار الوطن اللي ليعب دور مهم جدا في تفاصيل سياسية وتفاصيل اقتصادية وتوصيات وغيره ففكرة انه يبقى مثلا بتكلم الدعم اللي كان بادئ عشرين مليار النهار ده بقى مئة وتلتي مليار بالنسبة لدعم القبز البنزين ما زال بيدعم خمسين في المية عشان بعض الناس بتقول ايه لأ طب ما هو احنا ده في اوروبا كزا لا في اوروبا الاسعار اكتر من كده صحيح ما فيش مقارنة بيقولك ما تقرنش الداخل المهم او ان انا عارف اسعار الكهرباء واسعار الوقود عشرات الاضعاف من هذا الرقم برا يعني بحدش بيقول انها تبقى نفس الرقم عشان مراعاة برضو للناس لانه فيه جدل حصل هي على بعض مواقع التواصل او من بعض المنصات اللي اعتادت ان هي تتبنى وجهة النظر لانه المصارحة من وزير شفنا وزراء دخل وتكلم لازم وزير التهم يدخل وتكلم وزير المالية كمان دي الموازنة دي حاجة مهمة جدا احنا عققناين مزي مهمة كمان حتى من المصارحة هي دعوة الرئيس لانه في ناس تروح تشوف المشروعات اه صحيح الاعلام يانا بيروح كده بيقول الاعلام والمواطنين والشباب لانه انا مع توشكة ده اللي كان توقف تماما منذ سبعة وتسعين تمانية وتسعين تسعة وتسعين توقف تماما وخلاص قالوا دي خرب وفشل وكده والرئيس هتفتح سيسي اثار وشوفنا مبارح ازاي وهما بيعملوه ناسة فوحائط قرصان يستخدموا فيه تمن تلاف طن اه من المتفجرات عشان يوصلوا المياه ويرفع المار احنا كما يرون نشايفين في مجال الزراعة يعني المجهود المبذول لتأمين طبعا الامن الغذائي بالظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها كل البلاد يعني بالظل وده نقطة فيغوات الامية وانه ده ادراك الناس لانه ده يتحقق لانه بعض الناس ممكن بتطلع اعتمادة لانه حد ما بيتبعش او حد ما مشوفش وقولك ما ايه اللي حصل وحنا عملنا ايه والبنية الاسياء دي كان ضرورية ولا لا ده برضو سؤال مطروح كمان اشجار مثلا زي الجوجوبة اللي بتعمل واقود حيوي قد تزرع على مياه الصرفة على اعتبار انها لا تحتاج الى مياه عزبة الامر الاخر هو الرئيس كلم برضو هل ممكن نستبدل المحاصيل اللي بتستالك مياه بنفس محاصيل تنتج نفس السكر بسك البنجر بدلا من قصب السكر على اعتبار انه يستالك مياه اقل من النص وينتج نفس الكمية او الضعف وبالتالي فانا اضاعف الكمية لانه مشكلة الزراعة انها بتحتاج مياه تطوير الراي حتى الرز يا فندم فيه رز دلوقتي بنعمله عندنا بيحتاج تمن تيام للراي اللي انا اعرف ان الرز ده المفوض يتحط في المياه بشكل يعني قصص كبيرة في موضوع الزراعة دم تطويرها فيه امح وشعير بيزرع فيه مياه ملحة كل ده اعتمدا على العلم يعني مركز المحاصيل الزراعية دم تطويرها او فيه كاف الشيخ او في غيره ويمكن وزير الزراعة اشار لي انه فيه مراكز اقلية كثيرة وفيه عندنا علماء وخبراء مهمين جدا في مصر وفي العالم على مدى سنوات او عقود كانوا بيتكلموا على ازاي نزرع الامحة في الاراضي الملحة او نعمل موسمين او تلاتة يعني بدل ما نزرع موسم واحد بفيه موسمين او تلاتة وكان فيه تجربة مهمة او مبارح برضو القطاع الخاص ازاي انه هو نجح فيه ودي الشيح انه ينتج بخمسة وعشرين ارداب اكتر بخمس ارداب فيه اعتقد احنا الوضع انتجيا من دلوقتي على قطاع العالم في موضوع الامحة ده بالزبط فهو الرئيس اهل مستفيد من تجربة القطاع الخاص ده كمان دخول القطاع الخاص وكل شركة خاصة في البنية الاساسية وفي كده فضرورة انه البنية الاساسية ده ضرورية ده جزء بالمناسبة من القوارق هل ده الكباري المحاور اللي بتركه تشاري النيل بغرب وازاي كان فيه اماكن في الصعيد معزولة تماما عن العالم اصبحت المهاردة متواصلة شوفنا في واحد وعشرين واثنين وعشرين محاور بتتفتح منتجات زي الامحة لا احنا زيدنا خمسة وعشرين مليون تم توفير امحة ليهم لو ما كانش الزراعة دي والتوسع في مستقبل مصر وفي توشكا وفي جنوب ده نتكلم في تقريبا ربع المساحة الاراضي اللي كانت موجودة على مدى قرون او عقود منذ محمد علي لدلوقت زيدناها في السنوات الاخيرة لو مش موجودة مش ده بردو وكان هيبقى ناقصة اضافة فنستورد امح فكرة ادخال الدورة مع الامح وبالمناسبة فيه وجه البحر وفيه في الريف المصري عموما استخدام الدورة مع الامح معروف جدا الدورة مع الامح او الشعير مع الامح والعكس دلوقتي على في العالم كله بيتوجهوا اكتر لاستخدام الدورة على اعتار اساس النخلي من البلوتين او الشعير نسبة البروتين اعلى فيه وبالتالي انت اجري بيك اصح للناس اللي بتعمل دايت او كده او حتى للغذاء بشكل عام في العالم كله فالاستناد للعلم مهم الحوار مهم المصارحة مهمة جدا ان الحكومة تبقى على نفس الخط كمان الناس تشوف المشروعات مباشرة الشباب وشباب الجامعة ويتم تنظيم رحلات لهم بالشكل اللي يخليهم قادرين على ممارسة او رؤية ما يجري بشكل جبيل احنا عايزين بس سريعا نرجع تاني ما حضرتك لموضوع تخفيف الاحمال لان طبعا ده موضوع زي ما قلت لحك شاغل الناس كلها موضوع قطعى القهربة دا يعني بالنسبة للناس مشكلة كبيرة فاحنا عايزين نقول للناس ان الرئيس طالب المسؤولين المبارح ان هما يوضحوا ويشرحوا للناس الاسباب وراء الموضوع دا وازاي لو احنا ما عملناهوش ايه اللي هيحصل وايه البداية للتانية الاصعب لو ما عملناش كده بالضبط اولا قطعى القهربة احنا فاكرين قبل كده كان قطعى القهربة لانه ما كانش فيه محطات قهربة من الفين واربعتاش ثم الفين سلتاشر وكمانتاشر ما فيش قطعى القهربة اه كان قطعى القهربة بسبب نقص المقطات ما فيش نقص المقطات لكن النهاردة بنتكلم انه بيستخدم وقود فازا هو بيخفف احمال لمدة ساعة يقدر يحافظ على سعر القهربة كما هو ازا ما خففش الاحمال فيقدر يضاعف السعر على اعتبار يوفر الوقود وغير صحيح انه الاسعار يعني اسعار الكهربة في مصر اغلى من اي دول في العالم دول العالم خمس اضعاف وست اضعاف وقلنا من البداية نحن ما بنقرنش ان الدخل مختلف والحياة مختلفة لكن كمان لازم ابص لحجم الدعم اللي بيبزليه لانتاج الكهربة انها ما زالت تدعم وان احنا عدنا خمس سنين او ست سنين لا يتم تعديل اسعار الكهربة حفاظا على في وقت كورونا او في وقت غيره فده مهمة اوي البديل الاخر انه يتم رافع الاسعار بشكل كبير وده ممكن المواطن ما يتحملوش وبالتالي نحافظ احنا على هذه الطريقة اللي هي غالبا يعني اصبح فيها جزء مش هقول الناس بتتعود لك هقول انه الناس بتتفهم ده طالما كانت قادرة على معرفته وايه الاستماع هي على الكل خلينا نقول بمونتها البساطة يا فندم ان هي على الكل للمصلحة الكل فما عندناش حالة ايه وان اقول للناس الحقيقة ده برضو بص المهم اوي الرئيس وجه بالحكومة انه نبقى احنا متفاهمين لانه المواطن اما انا اشرح له بتفاصيل والقطع بيشعر انه في احتراب من قبل الحكومة ليه طولا ليه اه ظروفه ولحياته ولامكاناته يقدر يعمل حسابه لكن اما الحكومة ما تتكلمش او ما تشرحش او ما تضررش ده تحس انه ده كأنه شيء متعمد ليه بدايقته او اه عكننته لكن ده ما بيبقاش صحيح بالظبط فاحنا بقى دولنا ان احنا بنبقاش عاملين زي اللي مسك مسدس ودرب طلقة على رجله يعني احنا المفروض نتفهم وعايزين نجري بقى عايزين نجري ونتحسن طبق اوضاعنا احسن بكتير انا بشكرك بشكرك شكرا جزيلا من استاذ اكرم القفاف رئيس مجلس ادارة موقع وجريدة اليوم السابع بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات دي